في شوط الشلفة المفتوح ولكن شوط الشلفة المفتوح وسن اللقاية يذهب إلى المعيدر وإلى ممثل معيدر حمد بنغانم بن سلطان الهديفي انطلق في هذه الأثناء مشاهدين الأعزاء شوط الخنجر المفتوح للقاية القعدان وأرحب بأخي وزميلي مطلق بن علي العنزي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ بسم الله نستعين متابعين مشاهدين الكرام في كل مكان تحية مسائية رئيسية في هذه الأجواء الرياضية من هنا من أرض ميدان التحدي بمنطقة الشحانية ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تابعنا شوطنا الماضي شوط الإثارة شوط النخبة أول الأشواط الرئيسية كان لأبناء معذر حضورهم المميز الذي اعتاد عليه هذا الشعار شعار بناصر الذي حقق الشلفة في أول الأشواط المفتوحة تهنيه لأهالي معذر وتهنيه لحمد بن غانم الهديفي على هذا الفوز تهنينا أيضا لعشاق شعاره ننطلق مع هذا الشوط اللي ما يقل همية بوجود أسماء قوية شاركت في هذا الشوط باحثة عن تحقيق رمزا من رموز هذا المهرجان الغالي الختام الكبير انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا أعلنت الانطلاق البداية مع من؟ مع من؟ مع من؟ شعار بوشريدة وهذا هو مذخور مذخور على المركز الأول أو عافور على المركز الأول في مقدمة الشوط يقود الأسماء عبد العزيز بن صالح بن حمد بوشريدة العذبة ولكن الشعار السيلاوي الشعار الخطير الشعار المثير سلالة غنية عن التعريف الفائز لهجن السيلية ينطلق على المركز الأول ومعنا تغيير حصل في هذا المسار هنا على المركز الأول هنا شعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية هناك في المركز الأول مقدم على المركز الأول يتقدم في هذا الشوط الخطير في هذا الشوط المثير باحثا عن الخنجر الفضي في الشوط المفتوح المركز الثاني الشعار السيلاوي مع المركز الثاني بوجود الفائز لهجن السيلية المركز الثالث هذا هو قادح هذا هو الشعار الانيق ينطلق على المركز الثالث ناصر بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله المسند هذا هو الشعار شعار نوضة على المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع هنا سكر لراشد بن علي بن راشد العبدالله السباعي وتغيير حصل في هذا المساري من قاصد قاصد للخنجر منطلق ومندفع عتيق بن حمد بن عتيق البريد المري هذه النتيجة خمسة أسماع أعلنتها لحضاراتكم في مسار النموس في مسار الخنجر في مسار الشوط الرئيسي الأول يا سلام يا سلام مقدم على المركز الأول تقدم ابتعد عن المراكز عن المراكز شعار العطية على المركز الأول على الصدارة والمقدمة عبدالعزيز بن خالد بن عبدالله العطية على المركز الأول ينطلق باحثا عن تحقيق أحد رموز هذا المهرجان الكبير هنا في درة الميادين ميدان الشحانية أحد أعرقي ميادين دول مجلس التعاون الخليجي وأفخمها وأكبرها ميدان الشحانية المركز الثاني الجانب الآخر يحمل شعار من شعارات هجن السيلية هذا هو الحدب الحدب على المركز الثاني خطير الحدب خطير الحدب ديروا بالكم على هذا الاسم بالشعار هجن السيلية يتقدم وينطلق المركز الثالث المركز الثالث يتقدم قاصد عتيق بن حمد بن عتيق البريد المري المركز الرابع هنا السباعي على المركز الرابع مع السكر سكر على المركز الرابع راشد بن علي بن عبد الراشد العبدالله السباعي وشعار نوضة يتقدم مع قادح قادح ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند الرجل لانيق الرجل الخطير ينطلق على المركز الخامس لكن بدانا بدانا نقترب كل شوي ميتين رايحة كل شوي ميتين رايحة اقتربنا يا أخواني من الخنجر اقتربنا من الشوط الرئيسي الله المركز الأول الشعار الخطير شعار العطية خطير شعار العطية مع مقدم على المركز الأول بينه وبين المركز الثاني مسافة مسافة هذا هو مقدم بشعار العطية عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية المركز الثاني الحدب على المركز الثاني بشعار هجن السيلية الله المركز الثالث المركز الثالث يقاصد عتيق بن حمد بن عتيق البريد المري مرحبا بدخان مرحبا بدخان ادخان ادخان ناصر بن خليل بن ناصر الخليل الشهوان وصل على المركز الثالث المركز الرابع هجن السيلية المركز الخامس هنا نبيه سعيد بن راشد بن عبدالله بن بخوت الزعبي مع المركز الخامس ولكن اقتربنا من الخنجر اقتربنا من الناموس ادخان المرشح الاول المرشح المصنف ينطلق على المركز الأول خلاص يا اللورد خلاص لم يتبقى إلا القليل أين الحدب أين أنت الحدب هذا هو الحدب انطلق بالمركز الثاني الله الشعار السيلاوي الشعار السيلاوي الخنجر الخنجر ادخان على المركز الثاني ولكن الحدب 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 على المركز الأول الخنجر حاير حاير وطاير مع ادخان مع ادخان طاير الله الجذاب الجذاب سلالة غنية عن التعريف هذا هو الجذاب صاحب سيارة بالكويت الجذاب الخطير سلالة الجذاب بعير بن فراج هذا هو الجذاب عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يحقق الرمز يحقق الرمز يا صويحي يحقق الرمز مع هذا المسار الله الجذاب 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 هذا هو الجذاب يثبت الوجود ويحقق الخنجر في الشوط المفتوح تهانينا والناموس لمالك الجذاب عبدالعزيز بن خالز بن عبدالله العطية تهانينا والناموس المركز الثاني ادخال ناصر بن خليل بن ناصر الخليل الشهواني المركز الثالث الحدب بالمركز الثالث بشعار هجن السيلية المركز الرابع المركز الرابع قاصد لعتيق بن حمد بن عتيق البريد المري المركز الخامس المركز الخامس مقدم لعبدالعزيز بن خالد بن عبدالله العطية متابعينا مشاهدين الكرام هذا هو الصراع الكبار ومنافسة شيقة من اجل حصد رموزي هذا المهرجان الغالي هذا هو الجذاب بشعار غني عن التعريف في هذا المساء المميز يحقق الخنجر في الشوط المفتوح سبع دقائق واحدة ثلاثين ثانية اربعة جذاب من الثانية تهانينا والناموس لمالك الجذاب عبدالعزيز بن خالد بن عبدالله العطية على فوزه بالخنجر المفتوح المركز الثاني سبع دقائق ثلاثين ثانية جزئين من الثانية ادخان لناصر بن خليل بن ناصر الخليل الشهواني المركز الثالث المركز الثالث الحدب لهجن السيلية سبع دقائق ثلاثين ثانية ثلاثة جزاء من الثانية التهانينا والناموس للجميع متابعين ومشاهدين